أكثر عن كرفية تناول الصحف لزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا والمبادرة التي قدمتها بكين للتسوية في أوكرانيا معنا من بيروت الصحف المتخصص في العلاقات الدولية السيد عماد شديا صباح الخير سيد عماد سيد عماد ربما استمعت معنا إلى الصحف صباح اليوم سنبدأ بالواشنطن بوست التي اعتبرت أن المحادثات الروسية الصينية تمثل موقفا رمزيا مشتركا ضد واشنطن وحولفائها ما رأيك بذلك؟ صحيح تعتبر واشنطن بوست أن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا هي نوع من التضامن والوقوف إلى جانب روسيا خصوصا بعد وصول الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة حساسة جدا ويعتبر الغرب عموما أن روسيا توسك بورقة ضغط كبيرة جدا على أوكرانيا وهي التهديد بمد روسيا بالسلاح إن لم توافق على وركة المؤلفة من 12 بندا ولهذا نرى الولايات المتحدة سارعت إلى رفض هذه المبادرة الصينية واستبقت الموقف الأوكراني الذي بدأ بعض الشيء مرحبا ولو تحفز على بعض النقاط من النقاط الـ 12 عزرا نعم الرفض الأمريكي بدأ واضحا الرفض البريطاني كان أشد رفضا من الرفض الأمريكي نعم حاليا نحن في حالة شد واجازب بين الغرب وروسيا تعتبر الصين نعم تفضلي يعني صحيفة أشرت كذلك إلى أن الرئيس الصيني يدعي بأنه محايد في هذا الأمر ولكنه لم يدين الغزو الروسي وأيضا لم يطالب بانسحاب الروس من الأراضي الأوكرانية يعني برأيك هل فعلا الصين تتقدم بهذه المبادرة وهي فعلا محايدة كما تدعي لا تبدو الصين محايدة طبعا أردنا أن نتوخل الموضوعية الصين واضح أنها تميل لناحية روسيا وإن كانت في خطة الاثنى عشر نقطة قد تطرقت في النقطة الأولى إلى موضوع السيادة واحترام القانون الدولي هذا الأمر تتوجس منه روسيا وتريد أن تفرد على الجميع حق الاحتفاظ بالأقاليم الأربعة التي تسيطر عليها نتيجة الحرب هنا المشكلة الرئيسية في الموضوع بين روسيا والصين تحاول روسيا أن تقنع الصين بغض النظر عن هذه الأقاليم الأربعة للانطلاق بالمفاوضات التحفظات الغربية على خطة السلام الصينية تقول أنها مبادئ عامة لم تتطرق إلى خطة عمل واضحة لم تدعو الأطراف المتنازعة للتفاوض لم تدعوهم إلى التفاوض هنا الغرب ينظر إلى الورقة الصينية على أنها مناورة وقد تكون لصالح الوقوف إلى جانب روسيا خصوصا بموضوع التهديد بالتسليح انفشلت المفاوضات يعني يشعر الغرب كأن الصين تأتي إلى روسيا وهي في مخيلاتها أو عقلها سلفا تريد أن تدعم روسيا لأن تقف بين الأطراف على الرغم من الموقف الصيني الذي قال الرئيس الصيني قال أنه سيتصل بزيلنسكي من بعد زيارة موسكو طيب سيد عماد يعني ذكرت أن الصين دعت لاحترام القانون الدولي ما الذي يعنيه الرئيس الصيني هنا باحترام القانون الدولي يعني هل هو يوجه ضربة للولايات المتحدة التي قامت بغزو العراق لأنه فعليا يعني روسيا لا تعتبر أنه ضم المناطق الأربعة في أوكرانيا هو اختراق للقانون الدولي مما لا شك أن الصين بموقع حرج إلى حد ما هو يريد أن يوازن ما بين الطموحات الروسية في الاحتفاظ بهذه المناطق وفي الوقت نفسه يريد أن يحفظ خط الرجعة بما يتعلق بتايوان حينما يقول أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول هو يقصد تايوان ولا يقصد روسيا وأوكرانيا هنا مشكلة الصين الصين تعتبر أن الوقوف إلى جانب روسيا مسبقا هو واجب لأنها تعرف أنها هي التالية في الملف التايواني ولهذا تريد أن تقف إلى جانب روسيا مسبقا قبل وصول الحرب أو الحصار إلى أراضيها بما يخص تايوان هذا تحديدا الموقف الصيني نعم طيب الفاينانشل تايمز أشارت إلى أن الفرق بين الدور الصيني في الاتفاقية التي وقعت بين إيران والسعودية وهنا في موقفها أو المبادرة التي تتقدم بها بين أوكرانيا وروسيا هو أن الروس والأوكرانيون ليسوا مستعدين الآن لأي حلول ما رأيك بذلك؟ نعم صحيح كل مفاوضات تبدأ بهذا الشكل عادة حتى إيران والسعودية لم تكن مستعدة المفاوضات في المرحلة السابقة لكن في حالة روسيا وأوكرانيا الوضع تماما مختلف هناك حرب رسمية نشاهدها بعدسات الكاميرات كل العالم يشاهدها ليس هناك منوشات أو حرب بالوكالة كما كان الموضوع بالنسبة لإيران والسعودية واضح أن الولايات المتحدة لا تريد لأوكرانيا التفاوض لا تريد أن تعطي هذه البطاقة الدبلوماسية للصين وهناك الكثير من المفكرين الأمريكيين تطرقوا إلى هذا الموضوع خصوصا كان آخرهم هاري كازنجر الذي قال أن الصين تغير قواعد الاشتباك في العالم وهي تفرد نفسها لناحية التأثير في الدبلوماسية الدولية من بعد تجربة السعودية وإيران واليوم بعد تجربة روسيا وأوكرانيا تريد الصين أن تظهر نفسها على أن دولة صانعة سلام في العالم وهذا لا يردي الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي تعتبر أن هذه التحركات تستهدف الأحدية القطبية هيمناتها على العالم هناك جهات تريد أن تحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب ومنها روسيا والصين طبعا إلى جانب دول أخرى هذا ما لا تريده الولايات المتحدة في هذا التوقيت وتعتبر أنها مستهدفة من خلال هذه الخطوات نعم السيد عماد شدياء صحف المتخصص بالعلاقات الدولية كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة